قبل ما اتكلم مع حضراتكم في اي شيء الحياة في موضوعين مهمين جدا جدا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم دايما زمان والغاية دلوقتي الاهلي والاسماعيلي مباريات في غاية الاهمية كل المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي ضد النادي الاسماعيلي هي مباريات بينتظرها جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاسماعيلي وبيستمتع بيها كل الشعب المصري والشعب العربي الحقيقة دايما بيستنى هذه المباريات فالحقيقة احنا بقلنا كم سنة كده ما بنلعبش نادي الأهلي ما بيلعبش مبارياته في الإسماعيلية ولكن دائما عندما يسأل هذا السؤال يسأل في توقيت غريب وتوقيت الحقيقة مش حقدر أقول أكتر من أن هو توقيت غريب ليه دايما لما بتيجي نسأل السؤال ده بنسأله في مثل هذا التوقيت هو توقيت معروف جدا لماذا لا تلعب مباريات الأهلي والإسماعيلي في إسماعيلية ولكن على الجانب الآخر لما تيجي تبص للموضوع كله طيب ما هو الأهلي والإسماعيلي ما بيلعبوش مبارياتهم في إسماعيلية ولا بيلعبوا في القاهرة يعني الموضوع ردد على نفسه هذا القرار هو قرار ليس بيد اتحاد كرة القدم ولا بيد النادي الأهلي ولكن هناك قرارات سيادية ما حدش بيقدر يتكلم فيها لأنها المسؤولين عن الدولة هم اللي شايفين الموضوع هم شايفين أكتر مني ومن حضرتك ومن الناس كلها فشايفين الموضوع ماشي في أي اتجاه فعشان كده دايما لما بنيجي نتكلم مش من المتوقع أن أنت تسأل سؤال زي ده في مثل هذا التوقيت هو ده الموضوع من أوله والآخره نقطةه من أول السطر محدش يتكلم على مباريات الآلي والإسماعيلي على اعتبار زيادة الحساسية سيظل دائما النادي الإسماعيلي هو واحد من أكبر الأندية في مصر وفي الشرق الأوسط وفي العالم العربي أبى من أبى وشاء من شاء أي حد عايز يدخل يقولك النادي الفلاني النادي العلاني ولكن يظل دائما النادي الإسماعيلي الضلع التالت في الرياضة المصرية دايما بنقول كده أهلي زمالك إسماعيلي بس ممكن في خلال السنة والسنتين اللي فاتوا دول وأنا دايما كنت معترض دايما على هذه الكلمة كنا بندخل فرق تانية فيه كدلع تالت ولكن لا بالعكس تماما يظل دائما النادي الإسماعيلي الضلع التالت في كرة القدم المصرية حد ينسى مباراة 4-4 حد ينسى مباراة 4-3 حد ينسى على رغم من أن كان فيها حاجات كتيرة جدا ممكن يكون الاسماعيلي فاس في مباريات والأهلي فاس في مباريات ولكن في النهاية يظل دائما النادي الإسماعيلي النادي الإسماعيلي برا هذا الموضوع تماما ليه دايما في توقيتات معينة بيتم الزج بهذا السؤال ليه دايما الناس بتسأل السؤال ده في التوقيت الغلط وبتسألوا للناس الغلط مش بتاعتنا لو تقلنا أن احنا نروح نلعب في الإسماعيلية حنلعب في الإسماعيلية النادي الأهل يعني لو تقال أن تلعب في اسكندرية حتلعب في اسكندرية لو تقال هتلعب احنا ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة لأنه في النهاية إحنا دايماً بندور على المستطيل الأخدر ما بندورش على ما هو خارج المستطيل الأخدر فلما أي حد يجي يتكلم يا جماعة يبقى فاهم الموضوع من أوله وآخره يبقى فاهم الموضوع من أوله وآخره إن الموضوع بسيط جداً نادي الأهلي ما عندوش أي مشكلة نادي الأهلي كنادي ما عندوش أي مشكلة كجمهور ما عندناش أي مشكلة النادي الإسماعيلي أعتقد أنا ما بتكلمش على سنة الإسماعيلي وحتى نادي الأهلي ما بتكلمش على سن المجلس الأهلي ولكن لما باجي أتكلم حاجة معروفة وحاجة بديهية جدا والناس كلها عارفاها ولكن هو لماذا السؤال دلوقتي ليه دلوقتي عشان المباراة قربت المباراة الأهلي والإسماعيلي قربت فالناس تبتدي تزود وتسخن الموضوع شوية مش هيحصل العلاقات رائعة ما بين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي في حاجات كتيرة جدا جدا حضراتكم شفتوها خلال الفترات اللي فاتت وتكلمنا عنها هنا داخل قناة النادي الأهلي وبالتالي محدش هيعرف كده في الآخر هي مباراة 90 دقيقة الملعب المستطيل الأخضر تقدر تتكلم فيه زي ما انت عايز تقول الأهلي أفضل تقول أي حد تاني أفضل ما عندناش أي مشكلة ولكن الملعب هو الأساس في كل شيء وهو ده اللي بيدي النادي الأهلي ومباراة من المباراة القادمة اللي هنتكلم عنها التمن مباراة اللي أنا اتكلمت مع حضراتكم فيه منبارح التمن مباراة القادمة هي مباراة حياة وموت في الرياضة في الملعب جوه الملعب فقط مش حاجة تانية عايزين نكسب التمن مباراة عايزين 24 نقطة من الـ 24 نقطة إيه اللي حيحصل محدش عارف ولكن هو ده تفكير الجهاز الفني للنادي الأهلي هو ده تفكير اللاعبين في النادي الأهلي بهذا الشكل فمن فضل حضراتكم ما تودوناش في سكك ما ينفعش حد يروح فيها ما ينفعش حد يروح فيها وما ينفعش حد يتكلم عنها لأنها في النهاية ليست قرار النادي الأهلي ولا حتى اتحاد كرة القدم ولا اللجنة السلسية على رأيي كابتن علي غيط الحقيقة قال هذا الكلام إنه ولا في إيد الأهلي ولا في إيد الاتحاد الكرة ولا في إيد اللجنة السلسية ولكن هو قرار مش بإيدين حد الناس اللي فوق شايفه المسؤولين شايفين نظرة الحقيقة أشمل من الجميع فعشان كده خلينا نتعد عن مثل هذه الكلمات أو مثل هذه الأسئلة الصعبة واللي بتخلينا نروح في اتجاهات ما ينفعش نروح فيها